الدعوة للتظاهر مشاهدين لا قد صدى واسعاً إذ نقلتها فئات أو تلقفتها فئات شبابية عديدة في طرابلس العاصمة وتجراء بغرب ليبيا ومناطق أخرى معلنة تضامنها مع مطالب الحركة ونشدت المواطنين للخروج إلى الشوارع اليوم للحراك الشعبي حرصاً على التأكيد أن الاحتجاج المفترض تنظيمه الجمعة المقبل لا يتبع أي منظمة أو جهة سياسية أو أمنية وأن يجري تسييسه لصالح طرف من الأطراف موضحاً أن الاحتجاجات موجهة ضد الأطراف السياسية كافة وتركز على إسقاط حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتح بشاغة وكذلك إسقاط مجلسي النواب ومجلس الدولة والمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن وتعاني ليبيا من حالة احتقال سياسي واجتماعي عميقة تغذيها أوضاع معيشية متردية في ظل تنازع حكومتين على السلطة في البلاد ووسط تحذيرات أمنية من مغبة الانضمام لهذا الحراك وعد القائمون على الحراك أن العصيانة سيمتد إلى مناطق البلاد كافة ولن يتوقف عند مدينة دون أخرى وستغلق القطاعات كافة لحين الاستجابة لمطالبهم حيث سيسقطون كل الأجسام السياسية يدا بيد وسيتم تفعيل قانون الانتخابات بعيدا عن التدخل الأجنبي وأمام تصاعد الدعوات للانخراط في الحراك وجهت الأجهزة الأمنية شرق ليبيا أجهزتها للتحرك بشكل عاجل ومتابعة المنشورات التي تدعو لما تسمى ثورة الشباب ومعرفة المحركين والقيادات التي ستقوم بتسير هذه المظاهرات وبات مصطلح حراك متعارفا عليه في ليبيا للتعبير عن الأوضاع السياسية في أنحاء البلاد اشتركوا في القناة